السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتكلم الكفار يوم القيامة مع أن الله عز وجل قال هذا يوم لا ينطقون تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كثير من حبيبنا بيسألوا كيف ينطق الكفار والمكذبون يوم القيامة مع أن الله عز وجل قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يبه هذا يوم لا ينطقون يعني في هذا اليوم الرهيب اللي هو يوم الإيامة لا ينطق هؤلاء الكفار المكذبون ولا يتكلمون كلاما ينفعهم في آخرتهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يقبل لهم أي عذر ولا أي حجة فيما أتوا به من الجرائم والقبائح والذنوب والمعاصم طيب السؤال هنا بقى عايزين إجابة واضحة هل الكفار المكذبون يتكلمون يوم القيامة أم أنهم لا يتكلمون والجواب كما قال العلماء ردا على ذلك أن هذا الأمر لا يخرج عن أحد حالين الحالة الأولى أن يقال أن يوم الإيامة حبيبي مواطن ومواضع ففي مواضع يؤذن لهم أن يتحدثوا وأن يتكلموا وفي مواضع أخرى لا يؤذن لهم أن يتحدثوا أو أن ينطقوا ماشي أدي إيء الإجابة الأولى والإجابة الثانية أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون كلاما ينفعهم يعني حتى لو تكلموا فهذا الكلام لا ينفعهم ولا ينجيهم في الآخرة ومن كان ينطق بكلام لا ينفعهم فكأنه لم ينطق ولم يتكلم وبذلك يزول الإشكال هما إجابتين الإجابة الأولى أن يوم الإيامة مواضع مواطن يؤذن لهم أن يتكلموا في مواطن ولا يؤذن لهم أن يتكلموا في مواطن آخر أو أنه يؤذن لهم أن يتكلموا لكنهم يتكلمون كلاما لا ينفعهم ولا ينجيهم يوم القيامة وإن كان الكلام لا ينفعهم فكأنهم لم ينطقوا ولم يتكلموا وبذلك يزول الإشكال أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته